اجيك من البيت ادم الوجهك وهو ادم الوجهك هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن شخصيات ظهرت في سلسلة Grand Theft Auto او زي ما يعرفها البعض بسلسلة GTA V وايضا ظهرت في Red Dead Redemption 2 بكل بساطة رح نذكر بعض الشخصيات اللي ظهرت في سلسلة GTA وايضا ظهرت في Red Dead Redemption 2 فيلا نخش في المقطع طيب بداية زي ما قلت سابقا اتوقع بنسبة جدا كبيرة انه في صلة واتصال وعلاقة بين عالم GTA وعالم Red Dead Redemption 2 من عدة نواحي واحد هذه النواحي هو ظهور بعض الشخصيات المعروفة في العالمين طبعا اول شخصية ظهرت في GTA V وظهرت الان في Red Dead Redemption 2 هو مايكل ديسانتا طبعا وجود مايكل ديسانتا في عالم Red Dead Redemption 2 هو لغز ولازم تحل هذا اللغز عشان تعرف مكان مايكل ديسانتا وطبعا حنا سابقا نزلنا مقطع كامل نحل هذا اللغز وفعلا حليناه بشكل كامل وتوصلنا للتالي انه مايكل ديسانتا رح يكون هذا الشخص زي ما تشوفون طبعا البعض ممكن رح يشكك في الموضوع وما رح يصدق في انه هذا الشخص هو مايكل ديسانتا لكن خذوا بعض الادلة الواضحة جدا اول دليل قوي نيد لوك مؤدي شخصية مايكل ديسانتا نزل صورة في حسابه على انستجرام وهذه الصورة رح تشوف فيها قبعة معينة وهذه القبة يعني شكلها رهيب ويونيك ويعني كأنه نيد لوك قاعد يلمح على شيء معين كأنه يقول ترى هذه القبعة هي قبعتي او القبعة للشخصية اللي انا سويت الموشن كابشر لها ولو نرجع لخوينا اللي قبل شوية رح تلاحظ ان القبعة هي نفس القبعة اللي نزلها نيد لوك في حسابه على انستجرام الدليل الثاني نوعا ما في تشابه في الملامح والشكل ورسم الوجه لو تلاحظون التشابه جدا جدا واضح اضافة الى انه لو تلاحظون جلسة هذا الشخص جدا جدا مشابهة لجلسة مايكل جيسنتا المشهورة والمعروفة شوفوا هذا الفيديو معايا طبعا اللي رح يقطع الشك باليقين ورح يأكد لنا بنسبة مية بالمية انه هذا الشخص هو مايكل جيسنتا بطل جيتي اي في رح يكون التامي ولو تلاحظون يا لهبيين هذول الاشخاص قاعدين يصنعون مونشاين او خمرة يعني فعلا تم حل اللغز بنجاح وتم حله بشكل كامل وكان حلنا السابق اللي في المقطع السابق كان صحيح طبعا حنا قلنا انه هذا الشخص هو مايكل جيسنتا بدون ما يلمح لنا مؤدي الصوت ابدا ما لمح لنا مع ذلك حلنا وحلنا طلع صحيح بنسبة مية بالمية وتأكدنا من هذا الشخص عن طريق كلام مؤدي شخصية مايكل جيسنتا فبراظو عليكم يا لهبيين يا أساطير الشخصية الثانية رح يكون تريفر فيليبس وتريفر فيليبس رح يكون في الابلوغ وتحديدا في مهمة اسمها Old Habits وتريفر رح يظهر في Red Dead Redemption 2 في هذه المهمة وكان يتنمر ويتضارب مع المزارعين أصدقاء جون مورستين وكان يأذيهم أبغاكم تركزون على الصوت يا أخوان دعوني شوف سويين تركزون جدا جدا واضح ويقول لنا انه هذا الشخص هو تريفر فيليبس وايضا نوعا ما التشابه في الوجه والملامح وايضا حركات الجسد والموشن كابشر للشخصية تشابه جدا حركات تريفر فيليبس في جي تي اي في طيب عشان نتأكد اكثر تعالوا نسمع صوت تريفر في جي تي اي في ونسمع صوت تريفر في رديد رديمشين 2 تعالوا نشوف اشتركوا في القناة احببوا جدا احببوا شخصية الثالثة رح تكون جون المهايطي او زي ما يعرفوا البعض بابو قبعة الراكون طبعا هذا الشخص رح تحصله في حانة الفالنتاين ورح تحصله يعني دايما دايما بشكل سلبي يتكلم عن الهنود الحمر ويتكلم عليهم بكلام جدا قذر واذا زودتها معان بشكل كبير رح يقوم يتضارب معاك ورح يبكسك تبكيس ايضا نفس هذا الشخص ظهر في لعبة جي تي اي في رح يكون هذا الشخص زي ما تشوفون شكرا لك شكرا لك شكرا لك لماذا؟ أعتقد أنك كنت كنت سلبي كنت سلبي فيك وقفت منك وقفت من مجموعة ماذا؟ سلبي شكرا لك شكرا لك في هذا الشخص شكرا لك طبعا اسمه في جي تي اي في هو السان سواتش هانتر طبعا لو تلاحظ راح تشوف التشابه الكبير جدا بين القبعتين للاثنين القبعة لجون المهايطي وهذا في جي تي اي في القبعة جدا جدا يعني متشابهة وايضا كلا الشخصين لو تلاحظون فقدوا عين من اعينهم كلاهما فاقد عين من اعينه سواء كان جون المهايطي او هذا الشخص كلاهما بدون اي عين يسرى وايضا بالنسبة بسيطة جدا لو تلاحظون كلاهما ايضا عنده لحية طبعا التشابه بينهم جدا جدا موجود وواضح الشخصية الرابعة راح يكون فرانسيس سينكلير طبعا فرانسيس سينكلير لما تجي عنده اول مرة راح يطلب منك انك تجيب نكشات على احجار طبعا ارثر راح يساعده ورح يجيب له اياها طبعا لما ارثر رجع له للمرة الثانية راح يحصل فرانسيس سينكلير طفل صغير طبعا من الرسمات الموجودة في غرفته تقدر تقول انه متنقل عبر الازمنة وتقدر تستنتج هذا الشي بسهولة لكن موضوعنا انه لو تلاحظون على وجه فرانسيس سينكلير راح تحصلون وحمة على وجهه طيب ايش علاقة فرانسيس سينكلير بجي تي اي في طبعا زي ما تعرفون جميع الاشخاص اللي عندهم وحمة على وجههم هم ينتسلون من سلالة كراف وكراف هو المعبود والاله لموضوع الابسلون والابسلون بروجرام في جي تي اي في فالامر راح يكون واحد من اثنين يا انه فرانسيس سينكلير هو كراف فعلا هو اصلا كراف اللي بدأ مشروع الابسلون او انه فرانسيس سينكلير ينحدر من سلالة كراف لانه زي ما عرفنا سابقا في مقطع حل لغز التنقل عبر الازمنة احد معتقدات الابسلونز يقول انه اي شخص في وجهه وحمة راح يكون من سلالة كراف اذا تبغى تفهم في الموضوع اكثر خش على المقطع اللي راح يظهر لك في علامة التعجب الان الشخصية الخامسة طبعا الشخصية الخامسة شخصية نوعا ما غير معروفة عند البعض لكن هذه الشخصية موجودة في جي تي اي فور لكن تم ذكرها في ردد رديمشين تو طبعا فريدد رديمشين تو تحديدا في جزيرة غوارما لما يتم القبض على افراد العصابة وتحديدا لما العسكريين يسألون دوتش عن اسمه دوتش راح يقول التالي جيدوني هذا مجموعة من أنت سينيور بسيطة نحن لا نحن ما اسمك ايدن اومالي هل هذا ماذا تفعلين ميستر اومالي طيب الاسم اللي جاف بالدوتش على طول هو ايدن اومالي وايدن اومالي في جي تي اي فور هو قاتل ايرلندي معروف وهو هارب من العدالة ومطلوب ايضا للعدالة وعلى نيكو بيليك انه يمسكوا ويقتلوا وفعلا نيكو بيليك راح يطاردوا الين حافة جبل نيكو نيكو افتح افتح ايضا ايدن ومن هنا تم قتل ايدن اومالي طبعا دوتش مو فقط استخدم اسم ايدن اومالي من اجل انه يتهرب من العسكر بل انه لو تلاحظون نهاية الاثنين جدا جدا متشابهة ايدن اومالي قتل على حافة الجبل وبعدها سقط من حافة هذا الجبل بينما في الجهة الاخرى دوتش انتحر من حافة الجبل وقفز من حافة الجبل زي ما تشوفون طبعا نوعا ما فيه تشابه بين الشخصيتين ولو انه بسيط لكن فيه تشابه شخصية السادسة والاخيرة راح تكون دوتش نفسه طبعا دوتش فعلا وحقيقة موجود في لعبة جي تي اي سان اندريس ورح يكون احد المارة او احد المواطنين اللي يمشون في الشوارع وتحديدا رح يكون هذا الشخص تعالوا نشوف سويه لاحقًا لاحقًا لديك 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 أحيان أحيان لديك 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 حسنًا لديك لديك لاحقًا لديك لديك لاعمًا لديك لديك لاحقًا زي ما شفتوا أتوقع 100% أكدتوا أنه هذا الشخص فعلا هو دوتش لأنه صوت جدا جدا واضح واضح أيضا أنه صوت دوتش طيب هذه هي الستة شخصيات اللي ظهرت في ريد ريدمشن وظهرت في سلسلة جي تي اي طيب يا لهبيين شاركونا آراءكم في خانة التعليقات إيش أفضل شخصية عجبتكم من الستة شخصيات وأيضا قلولي هل تعرفون شخصيات ظهرت في عالم ريد ريدمشن وظهرت في سلسلة جي تي اي شاركونا آراءكم في خانة التعليقات يا لهبيين طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمون من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن ندمر لكم الجبهة ولا أقول لكم حطوا لايك لأدمر لكم مجهكم زي خويا يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة